بكم مشاهدين بالطبع المتابع لأحداث اليوم منذ الصباح الباكر يجد فيه واقعة ضبط العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية داخل كرداسة واستشهاد اللواء نبيل فراج إترى هذه العملية الأمنية يجد الأمر واضحا للجميع أن مصر فيه إصرار تام على محاربة الإرهاب وأن أجهزة الدولة بكل أفرادها تحديدا في الداخلية والقوات المسلحة لديهم نفس الإصرار ونفس العزيمة على تخليص الوطن من برات الإرهاب التي لم تتل فقط سيناء وإنما طالت أيضا ضباط الشرطة في تحدي سافر لهم في مواجهة واضحة معهم اتضحت بأبشع صورها في وقاعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وقتل ضباطه وتمثيل بجوتتهم هذه العملية الأمنية إذا ما قدمنا وصفا تحليليا وأمنيا لها سنجد الكثير من القيوط التي ربما تكشف إلى أي مدى نجحت مصر حتى الآن في محاربة الإرهاب إلى أي مدى هذا الأمر سيكون له تداعياته على الأحداث السياسية حول ذلك الأمر يدور محور النقاش في هذه الفترة الإخبارية معي فيها سيادة لواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا أهلا بحضرتك سيادة لواء قراءة للعملية الأمنية طبعا يعني مصر كلها في حزن شديد على فقدان لواء نبيل فراج الذي أدبت مثالا الوطنية بوجوده بجانب الجنود في العملية في أرض المعركة واغتياله بهذه الصورة الدنيئة لكن العملية أمنيا إلى أي مدى تقيم خطواتها ومدى نجاحها لابد أن ينوه أن كرداسة معقل قديم للإرهاب ولو نشات قبل كده سنة 65 وتم التعامل معه سنة 65 وتم القبض على عناصر من الإخوان المسلمين كانوا متنعملين في كرداسة وحصلت مشكلة بينهم وبين القائمين بالقبض نفس العملية اللي حصلت مع ست معلية شرطة والتعامل كانت أصلا معه زابط من شرطة أسكرية وله حصل برده أنهم حرقوا العربية وعملوا له مشاكل ضربوه ولذاك أنهم عملوا له خسار جسيما جدا في العربية وبهدلوه يعني فكرداسة معقل قديم للإرهاب يعني الأمر لا يتصر فقط على وقاعة قتل الدباط في القصر وتمتيل بجوتته لا مش أول مرة دي حصلت قبل كانت سنة 65 وكان الزابط الموفد للقبض على بعد هذه العناصر كانت من شرطة العسكرية لأن كانت سنة 65 كان المنوت بهذه العملية كانت شرطة العسكرية أساسا وده تم سنة 65 وأنا كنت بخذف شرطة العسكرية في الوقت ده وعصلت هذه الفترة في 65 فكرداسة معقل قديم للإرهاب من فترة طويلة طيب العملية الأمنية اللي حصل النهاردة ده موضوع كان لابد أن يتم لعادة السيطرة الكاملة على كرداسة وعودتها مرة أخرى لحضن الوطن زينا بيقوله لأن لا يمكن أن يكون هناك بقرة إرهابية موجودة داخل الدولة وتنفصل الانفصال كلها من الدولة لأن تتكرار هذا الموضوع يهدد الأمن القوم المصري بكل عناصره السياسية الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي كان لابد من مواجهة وتصفية هذه الدمعات وأنا عاوز أقول أن مش دي كرلاتها الوحدية هم عندنا عملية أخرى استهدافة أحد زباط القوات السلعة في منطقة الصالحية والإظاهرة قطيرة جدا بتتم الاستهداف صباط القوات السلعة على الطرق والإظاهرة قطيرة جدا تؤكد بما يدعو مجاله للشك أن الإرهاب داخل الوطن هو امتداد للإرهاب الموجود في سينة وكل هما امتداد للآخر فبالتالي لا يمكن الفصل بين ما يحدث داخل الوطن وبين ما يحدث في سينة وكل هما إرهاب من الجماعات الإسلامية في هذا الموضوع وبالتالي لابد أن يكون معلوما أنه لابد أن يكون معلوما أن هذه العملية تثبت أن القتل وصفك الدماء هي عقيدة ومنهجة لدى الجماعات الإسلامية في تعاملها مع عناصر الأمن ومتعاونها مع الدولة عموما وبالتالي كل ما يختلف أي فرض أي لو اختلفت معهم الدولة يستطيع أن ننقلب إلى جماعات إرهابية وبالتالي يجب أن نضعف اعتبارنا أو أن نحط من دلوقتي مفهوم أساسي أن كل الجماعات الإسلامية إرهابيون إلى أن يحدث العكس مستمرين طبعا مع حضرتك في النقاش لكن خلينا نتعرف على الوضع في كرداسة الآن كان في حالة من الهدوء عقب هذه العملية الأمنية وعقب انتهاءها معي من هناك عمر عبدالعزيز مراسل النيل اللي وفينا بتفاصيل الوضع هناك في هذه اللحظة عمر كرداسة الآن كيف تبدو نعم إيمان يعني ربما على الهدوء الحذر هو ما يسوط منطقة كرداسة معقب الاقتحام الذي قام فيه قوات الأمن منذ صباح هذا اليوم لإعادة فرص أخوات الأمن والقانون على منطقة كرداسة بعد أن تطاعت بعض البوار الإجرامية يعني حرق وتفجير مقر قسم شرطة كرداسة وإحداث نوع الأنواع الزعر في هذه المدينة يعني ما ننحل في الساعات الأخيرة والقليلة الماضية وانتحاب قوات الأمن بالتصل كبير وعندما تحكيت من المصد الحجات الأمنية عن سرر انتحابها من داخل المثيلة وقالت أنه عائلة تفجيح القوات مرة أخرى بشكل مختلفة في أرجاء المدينة وحولها هذا بالقباط إلى عمليات التمسيط التي تجرع صواراً الله أكثر بها تركون في هذا التفقيد في التفقيد ملحوظ هل معنى ذلك أنه فيه ثقة من قوات الأمن أنه تم تطهير المنطقة تماماً من جميع العناصر الإجرامية والإرهابية؟ لا أنا نفسه عن مؤكد على ذلك لأنه ما زالت سوبة كمائن ونقاط تفجيح في مداخل ومخارج كهدافة هذا بالإضافة لأن العدد الذي من المسترد أن يتم الخبض عليه هو جزيد على 130 فرد تم الخبض على حوالي 30 فرد حتى هذه اللحظة لكن هناك إعادة لتوزيع قوات الأمن بشكل مختلفة البور أن هناك الخطة الأمنية لم يتم الإصلاح عنها بشكل واضح في هذه اللحظة أشكرك جزيلاً عمر عبد العزيز ناقلاً الصورة في كرداسة ومؤكداً أن الهدوء الحضر يشوب المدينة الآن مع عدم وجود قوات أمن تمهيداً لإعادة توزيعها وإعادة تمشيط في المدينة وفي أرجائها على قد حل مشاهدينا دعونا نرشد لكم في هذا التقرير الذي نتباه الآن مجمل ما وقع من أحداث منذ بداية العملية الأمنية في كرداسة لتخلصها من العناصر الإرهابية في إطار تطهيرها للمناطق والبعر التي يختبئوا فيها إرهابيون دهمت قوات من الجيش والشرطة بلدة كرداسة بمحافظة الجيزة التي يختبئ بها مسلحون متهمين بقتل الثلاثة عشر من رجال الشرطة في الرابع عشر من شهر أغسط الماضي واعتقلت قوات الجيش والشرطة العشرات من المشتبه بهم وتم اقتيادهم إلى سيارات الترحيلات من بينهم أحمد ويس المتهم بقتل مأمور قسم كرداسة خلال المذبحة بعد تبادل كثيف لإطلاق ناري بين الشرطة والإرهابيين ما أدى إلى استشهاد لواء بالشرطة وقال اللواء هاني عبداللطيف المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية أن اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة استشد من جراء صابته بطلق ناري خلال المدهمات والاشتباكات مع عناصر المسلحة تلت أسطح العقارات في كرداسة فور بدء عملية الاقتحام مضيفا أن فراج لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى الهرم وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية أن خطة اقتحام كرداسة اعتمنت على شقين أساسيين يتعلق الأول بحصار كرداسة من الخارج ومن ناحية الظاهر الصحروي باتجاه قرية أبرواش أما الشق الثاني فتعلق بالمواجهة المباشرة مع العناصر الإرهابية والخطرة مشيرا إلى أن قوات الأمن تواصل تقدمها ولن تترجع إلا بعد تطهير كرداسة من كل البعر الإرهابية والإجرامية وقد نجحت قوات الأمن في إبطال مفعول عدد كبير من القنابل كانت معدة للتفجير كما تم ضبط أكثر من أربع عشرة بندقية آلية وثلاثة أربيجي بحوزة عدد من المسلحين تم اعتقالهم والتحفظ عليهم داخل مدرعات الجيش وناشدت وزاعة الداخلية قاطن لمنطقة كرداسة معاونتها في مهمتها خلال الحمل الأمنية وعدم التواجد بمسرح العمليات حرصا على سلامتهم خاصة بعد فرار عدد من المسلحين والإرهابيين إلى مناطق محيطة بكرداسة وجاري مطاردة الفرين وإجراء مسح كامل للمنطقة وتفتيش جميع المنازل التي تم تحديد المطلوبين فيها تأتي مدهمة كرداسة بعد أربعة أيام فقط من عمرية الممثلة قامت بها قوات الجيش والشرطة في بلد الدلجة بمحافظة المينيا في صعيد مصر التي كان يسيطر عليها إسلاميون مسلحون وولون الرئيس المعزول محمد مرسي متهمين بحرق كنائسة وبتروع الأقلية المسيحية المقيمة في بلدها أهلا بكم مشاهدينا من جديد وانضم إلينا لأنقاش الأستاذ أحمد الخطيب مدير قسم الإسلام السياسي بجريدة الوطن سأخير أستاذ أحمد وطبعا أعيد الترحيب مرة أخرى بضعيفي سيادة الواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة السابقة أهلا محضرتك مرة تانية سيادة الواء وأستاذ أحمد يعني ما حدث اليوم يعيد ويؤكد فكرة أن مصر في حرب واضحة وقوية ومباشرة مع الإرهاب هذا الأمر إلى أي مدى ممكن أن يضيف تحدي أمام طيار الإسلام السياسي الذي كانت له هزة قوية غير يعني مستهام بها بعد ثورة 3 مليون طبعا نحن في حرب شرسة واضحة صريحة حرب وإن بدأت صعبة لكنها في حقيقة الأمر سهلة لأن الأمر مختلف عن جميع المواجهات السابقة مع الجماعات الإسلامية الجماعات السابقة الجماعات الإسلامية عندما كانت تواجه في الماضي في العصور السابقة سواء عصر الرئيس عبد الماصر أو عصر الرئيس السداد أو عصر الرئيس مبارك كانت تواجهها الدولة فقط السلطة فقط كانت تواجهها أما الآن فالوضع مختلف تماما الشعب والمجتمع المصري هو الذي يقف على خط المواجهة في البداية قبل الدولة والسلطة في الماضي كانت الدولة عندما كانت تحارب الجماعات الإسلامية كان المجتمع يقف محايدا بل في بعض الأحيان يقف متعاطفا أما الآن فالوضع مختلف أنا أحييلك إلى ما حدث اليوم في كرداسة على سبيل المثال على سبيل المثال أن الشعب هو الذي يواجه هذه الجماعات الإسلامية وهو نوع جديد من مواجهها إحنا شكنا بوزرين ده في الصور اللي تم عرضها من أهالي كرداسة وفرحتهم بوجود قوات الشرطة قبل الفرحة كانت هناك المعلومات الكاملة السديدة الصحيحة الصادقة كانت تصل إلى أجهزة الأمن تباعا طوال الفترات الماضية كانت تصل إلى أجهزة الأمن عن المجرمين والقتلة والإلعابيين وكل من شارك وحرض حتى بالإشارة وحتى بالرضى النفسي على ما حدث في كرداسة كانت الأهالي في كرداسة كان يعطرون المعلومات لأجهزة الأمن أجهزة الأمن كانت العملية بالنسبة لهم نوزها خفيفة طبعا بعيدا عن سشهاد اللي هو نبي الفرج رحمة الله عليه رحمة واسعة نسأل الله عز وجل أن يلهم أهله الصبر والسلوان وهو يعني تضحية جديدة من الشرطة المصرية تقدمها من دم أبنائها إلى الشعب المصري لكي تصحح وضعا كانت مظلومة فيه في السلاس أعوام الماضية كانت الشرطة المصرية كانت مظلومة يعني تحملت الكثير من السخافات والانتهاكات له رغب أنه جهاز وطني شريف أنا أتصور أن المعركة بين الدولة والجماعات الإسلامية بين المجتمع والجماعات الإسلامية هي أعنف معركة للجماعات الإسلامية لأن المجتمع نعم لأن الشعب هو الذي يواجه هذه الجماعات الإسلامية ليست الدولة فقط هي التي تواجه ولذلك فإن محن الجماعات الإسلامية كانت دائما من الجماعات الإسلامية وتقع تحديدا تنظيم الإخوان كان يقول أنه دائما يخرج من المحنة إلى منحة هذا الأمر غير صحيح بالمرة محن عبد الناصر ومحن السادات ومحن مبارك لا تقارن بهذه المحن الكبيرة لأن التنظيمات والجماعات الإسلامية اكتشفت بالكامل من قبل الشعب سبت زيف الإدعاءات لهؤلاء سبت زيف كذب هؤلاء سبت أنهم لا مشروع لديهم أنهم لا يعبدون في التنظيم يقاتلون المجتمع اليوم اليوم صباح اليوم عندما نرى أن أحد هؤلاء يضع قنبلة ولو كانت بداية السنة بجوار محطة مترو بماذا يسمى هذا الفعل الخسيس الجبان ستحدث إصاباته ستحدث قتله أي مكان هو لو يملك أن يضع قنبلة وإلى وضعها لأن هؤلاء لا يؤمنون بالمجتمع يؤمنون فقط بالتنظيم لا يعبدون سوى التنظيمات لا يعبدون سوى المجموعات أما المجتمع وإن كان كان الدماء عندهم رخيصة الدماء عندهم سهلة لا يؤمنون في المسلمين إلا والمصريين إلا ولا زمة هذا هو دايدا بالإضافة إلى الخسة والنزال في معاركهم مع المجتمع المصري أنا أريد أن أحيلك إلى أمر آخر قبل أمر اسمح لي أخذ تعقيد من سيادة الواء على ما طرحته أن هذه المرة المعاركة المختلفة لأن الشعب جوز منها دا شفناه في بوادر هذه الموجة من طورة 30 يونيو أن الشعب هو من كانت كلمته هي العليا شفناه في وقاعة اليوم في زي ما قلت الأستاذ أحمد يعني في بعض الصور أو لقطات الفيديو اللي أعلنت عنها وكشفت عنها الداخلية لتوضح تفاصيل ما حدث في كرداسة حتى لا يتم الخلط أو المبالغة أو الكادب والتضليل شفنا الأهالي كانوا مرحبين بقوات الشرطة شفنا الأهالي متبرعين بأنهم يسندوهم بالمعلومات زي ما تكرر لنا أستاذ أحمد وده كان حاصل بالفعل هذه الإضافة لأي مدى هي تضع إيجابية في العامل الأمني على الصعيد ليس فقط النفسي ولكن على الصعيد العملي بالنسبة لقوات الأمن هو عموما دي قعدة المواطن هو أساس عملية الأمن المواطن هو عيون أجهزة الأمن في الشارع والمواطن المواطن المبيل أفرصة أنه يتعاون مع أجهزة الأمن ويبقى فيه ثقة بين الترفين بيبقى عنصر فعال جدا في منظومة الأمنية في الدولة وعشان كده بنقول أن المواطن هو أساس عملية الأمن ووجوده أساس عملية الأمن واللي حصل أنه يبدأ في كرداسة أو في أي مكان أقر من ناحية كان عنصر حاسم في إمداد أجهزة الأمن أجهزة الشرطة والجيش بالمعلومات الحقيقية عن الإرهابين موجودين في كرداسة وجودها عامل مهمة جدا نتمنى أن يستمروا لأن المواطن هو أساس عملية الأمن هو أساس عملية إمداد والمعلومات ولا بد من الحفاظ على العلاقة الوطيذة بين وبين كل أجهزة الأمن عشان يبقى عنصر فعال يقدر يبقى إضافة لأجهزة الأمن في إمدادها بالمعلومات اللي ممكن تفدها في أنها تجهز أعمالها بالطريقة بخطة وفية خطة مدروسة وتقدر تخش على هذا مزبوط وتحقق أكبر خسائر في الإرهابيين دون وقوع أي خسائر في هذا لكن أوقع ذلك النفسي على قوات الأمن هو طبعا هو أنه أحدث فارق خصوصا وأنه كانت العلاقة فيها أنواع من أنواع الفتور بعد تورة يناير كان فيها أساسية شديدة العلاقة بين المواطن والشرطة عودة العلاقة الوطيلة بين أجهزة الشرطة وبين المواطن واللي لابد أن يكون أساسية وأن تستمر مش تبقى لحظية ولا مؤقتة لابد أن تستمر لأن بنقول في النهاية أن المواطن هو أساس عملة الأمن وهو عيون أجهزة الأمن في الشارع وهو الموجود في الشارع بعشرين ساعة وبالتالي وجود العنصر أساسي في منظومة الأمنية للدولة نعم أستاذ أحمد كان لك تعقيب آخر لكن اسمح لي أولا ما حدث للصحفيين الأمر كان ليس فقط استهداف قوات الشرطة ولكن استهداف من يقوم بإيصال الحقيقة إلى الناس المصورين الصحفيين اللي كانوا متواجدين في كداسة وعملية احتجازهم من بعض هؤلاء تنظيمات مجرمة قاتلة هي تحارب المجتمع كله لا تألو لا يعني لا ترقب في أي إنسان إلاً ولا زمة يعني دايداً القتل والتعامل القاسي مع هؤلاء يعني أنظر إلى حدث كرداسة الذي نحن بصدده يعني كيف يفعل إنسان ما فعل فيها في قسم كرداسة هل يعقل أن نرى إنساناً يعني يمثل بجثة إنسان إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يمثل بجثة إنساناً عندما أمرنا بالقتلة أو الزبحة قال فإذا قتلتم أو زبحتم في معناه فأحزنوا الزبحة ببلك إذا كاننا مأمورين أن نفعل ذلك مع الإنسان فكيف من يوثل بالجثس ومن يقتل ويعني وتشفى بهذا يعني هؤلاء جزء مما نرى في سوريا هؤلاء كانوا يأكلون أكباداً للقتلة يعني هؤلاء مجرمين إلى درجة لا يستقيم معها لا دين ولا إيمان ولا إنسانية حتى يعني هؤلاء أنتوا تحدثينني عن مصورين وصحفيين هم الآن في معركة مع المجتمع كله هم كافرون بالمجتمع يكفرون بالمجتمع لا يرون يعني رأيتي تنظيماً خلاف سياسي يصل إلى درجة أن يطلب بعض من قادة هؤلاء أن يطلب من المجتمع الدولي أن يأتي بجوشه وطيراته وقده وقديده من أجل أن من أجل السلطة ومن أجل خلاف سياسي يأتي أن يحتل البلاد يريدين أن يفعله كما فعله في سوريا كما فعل في ليبيا انظري إلى الأستاذ القرداوي الذي يجعل من مسجده في قطر منصة إلى هجم الجيش المصري والدعوة على الجيش المصري والدعوة على المجتمع المصري كل ذلك لأن هؤلاء يعبدون التنظيمات يعبدون يعبدون القيادات لا يعبدون الله يعبدون التنظيم هم يحبون ويقرون في التنظيم هؤلاء يقاتلون المجتمع لأنا أرى أن هذه الجماعات الحل السديد معها لابد أن يكون بالأمن أولاً ثم بالفكر ليس العكس لأن الفكر فكر هؤلاء يتحول إلى جريم الجنائية عندما نرى أحدهم يكفر شخصاً ما التكثير يعني مباشرةً هو استحلال الدماء أنت هنا أمام جريمة فكرية وجريمة أمنية إذن الأمن والفكر لابد أن يكون جناحين المواجهة لا يجب أن يكون هناك حل واحد فقط لا يجب أن يكون هناك حل فكري فقط لا يجب أن يكون هناك حل أمن فقط لابد أن يمافع لوزير الوقاف فيه وأنا أريد أن يقبل هذا المشوار هو منع الخطابة في الزوايا ومنع غير الأزهارين المتخفصين دعني إدراء التخز بالفعل وحنأخذ التعقيب أكيد عليهم أنا أعتقد أن هذه أحد المواجهات المهمة في مواجهات هؤلاء طيب اسمح لألتاز أحمد ينضم إلينا للنقاش سيادة لواء مصطفى ربائي مدير منطقة الجيزة وقائد عمليات نهية التي تمت اليوم أيضاً بسرخير سيادة لواء يعني ما حدث في نهية إلى أي مدى تنقل لنا نتيجته كما ترصدونها أمنياً في جهودكم لملحقة العناصر الإرهابية يعني أولاً يعني أولاً أصير الحمد لله ورب العمين على كتشه اللي هو حطى علينا إحنا الحمد لله إننا عملياش نكحة الحمد لله ما فيها أي اخسارة لكن الحمد لله في قريفة ترك كبل على المكان والأغاية نفسهم بيحبونا واستقبلونا استقبال يعني جير بحوك يعني يعني الحمد لله يعني محققين جميع الأهداف كريفاً بتأيسنا لجد ده يعني ممكن نقول إن منطقة نهية أصبحت خالية من العناصر الإجرامية أم من المبكر إننا يعني آآ لا بحوك خالية بحوك خالية الإخلاق دوت يعني هي كلمة كبيرة يعني كبيرة يتشمل حدات كتيرة طبعاً معبرش أقول لي حريفة خالية تماماً لا اللي إحنا وغاية دلوقتي اللي إن طبعاً الخطة ضيط الخطة اللي يعني بق ليها خطواتها أو مرحلها وكل مرحلة ليها نتيجة نهائية إحنا وصلنا النهاردة في أول يوم إحنا تعاملنا فيه معهم إحنا وصلنا الحمد لله للنتاج اللي إحنا عايزينها الحمد لله بقى أسرع وقت بقى أقل المبهود يعني الحمد لله وفيه سيطرة قبلة على المكان طيب بسيط لو كلمنا عن كرداسة نهية قرية دلدة لو كلمنا عن العمل المشترك ما بينهم نقدر نقول إنها يعني عملية أمنية أولى أهدافها اللي نقدر نقول ما هتحققت بشكل ملموس وبشكل مضمون إعادة هايبة الدولة أمام أي عناصر إجرامية تستطيع ما تستحود على مكان بعينه وتبسط سيطرتها وتروع الأهالي والأمنين فيه؟ صحة طبعا دي هي طبعا أولا وأخيرا هي أولا إيجت قوة الدولة لازم ترجع تاني وهي راجعة تاني الحمد لله رب العالمين والتاني حاجة أولا اللي فيه لازم أمن وعمل للبلد ما تستطيع الوطن اللي طبعا كرساتك تعرفه يعني والشعب المصري كل يعرف أن مصري دي بتعتبر يعني أم الدنيا حالها وما الأم اللي هي طبعا كلمة الأم كلمة جدا جدا بمعناها الشكل أو الفطحي والعميق بتاعها الأم دي الأم اللي هي اللي بتحضن الأم اللي بتبدي الأم اللي بتحافظ الأم اللي بتبس الأمان والحلية اللي بلادها فطبعا مصري طبعا لازم يعني وبعدين مشي احنا بقدر نصب الأم ده معهما سكرة القرآن اللي رب العالم سبحانه وتعالى قالك بسم الله رحمه رقد كل مصري إن شاء الله آمنين وذكر كلمة مصري كثت مرات طبعا لك ما فيه شاك ان احنا يعني يعني ايه باهم فيه مواجهة وحرب ومباشرة مع الإرهاب نوعية الأسلحة وطبيعة العناصر الإجرامية اللي كانت موجودة في نهية واستطعتم أم تقوموا بضبطها هل هي من الممكن أن نطلق عليها أنواع من البلطاجة أم من العناصر الإسلامية المتطرفة التي تريد أن تنتقم لزوال حكم الإسلام السياسي هو حياتب عليه الشيء هو فيه اختلاط بينهم الجامل يعني هو فيه اختلاط بينهم الجندة بين الأنواع اللي انت عارض بالتقاطية ديت ويعني ممكن أنا رح تقص بنفس بالإجابة لأن الإجابة ديت لها بعض أمن بعيد يعني فأنا بأستاذ يعني بعض الشيء ربما هتكرمون كده نحترم ده طبعاً يا سيادة الواق يعني حرصاً وحفاظاً على عملياتكم الأمنية وأكيد نتمنى لكم كل التوفيق شكرك جزيلاً سيادة الواق مصطفى رجائي مدير منطقة الجيزة وقائد عمليات النهية سيادة الواق يعني بالتأكيد تحدي أمني كبير خصوصاً عندما يكون استخدام العنف والقدرة على الترويع ليست بحاجة إلى القوة يعني استخدام القنابل اليدوية قنابل بداية الصنع مع الأسف أنه أي شخص ممكن أن يقوم بها هذا التحدي لأي مدى يمكن مواجهته أمنياً خصوصاً أنه يعني فيه وقاعة كثيرة لما سناها القنابل اليدوية ألقيت في كده مكان بهدف إحداث قتلى بهدف إحداث بلبلة نقل صورة عن أن مصر أدم فيها في الشوارع وهي ليست الحقيقة هذا تحدي الأمني لأي مدى مصر قادر على مواجهته الآن؟ هو أقبل كل حاجة على أجلس الأمن كل حسب مستوى التنظيمي سيئدية أو حربية أو الداخلية أن تسرع بإنشاء قاعد المعلومات عن نشاط جماعة الإسلامية حتى تتعامل مع الفعل دون انتظار رده وتتمنع الجريمة قبل الوقوع من هنا لابد أن يكون هناك قاعدة معلومات أساساً وقاعدة المعلومات دي مش على نفسات جماعة الإسلامية بس على كل من يدخل في صناعة المتفجرات داخل بصر نعم كل الكيمويات الموجودة داخل مصر أن تضع تحت تحت رقابة الدولة أنا الأوامن زي زمان أن تضع كل هذه المكونات المكونات اللي بتؤدي إلى صنع المتفجرات تحت رقابة الدولة ويتم مراقبتها حتى نعلم حتى نعلم من هم اللي بيستفيدوا بنا لأن هي كل التركبات الموجودة في قناة دي كلها بداية بتعتمد على مكونات كيمائية موجودة في السوق لأي حد فلابد أن يكون هناك رقابة على هذه المكونات أساسية عشان نبتلي أن نعمل عملية تجفيف لعمل إمداد هلاء العناصر بهذه المكونات يعني ممكن السيطرة على وسائل صنع هذه القناة؟ بالضبط بالإضافة أن أنا عندي تفجرات جاهزة موجودة في مع عاملين في المناجم والمحاجر بابه لابد أن يكون هناك رقابة عليهم حتى لا تتسرب هذه المفرقعات إلى هذه العناصر وبالتالي ده جزء أساسي كمير أساسي لابد أن تتم الدولة سيطرتها على هذه الموضوعات حتى لا تستطيع هذه الجماعات أن تستخدم هذه الكيمويات وهذه المتفجرات في أنها تحدث بالبلغ في الشارع المصري بالإضافة أن أنا مطلوب باده على أجلس الأمن والقوات المسلحة أن تغير منهجة في التعامل مع الإرهاب من عملية الموضوع الأمنية إلى الرضع الأمني الرضع الأمني عندما تبتيجي تعملي عمليات وقائية استباقية عشان تبتيجي ترجعي مثل هؤلاء الناس قبل التفكير أنه هو يعمله أي عملية ممكن تحدث وبالتالي التعامل مع الجماعات الإسلامية لابد أن يكون مواجهة واسعة على كل وعلى مستوى الوطن ككل زي ما احنا نعمل في سينة نعمل الأوام بعد الوقت أن نبتجي نتبقى داخل الدولة ونبتجي نتعامل مع الجماعات الإسلامية كلها بعد اللي حصل في كداسة والسعيد والصداد الزابط الجيش الموجود في الصلحية أن نتعامل مع أولئي الجماعات الإسلامية على أنهم كلهم إرهابيون إلى أن يحدثوا العكس نعم أستاذ أحمد طبعا بغض النظر عن تفاصيل سيادة الوقت مصطفى رضائي تحفظ في يعني إجابته على ما هي وهوية العناصر اللي تم ضبطها والأسلحة وما شابه لكن تعتقد أن هناك خلط وهناك استغلال للموقف ما بين من هم يستغلون مثل هذه الأمور لإشاعة البلطاجة وترويع الأمينين وبين من هم إيدولوجيتهم تجد مبرر لإحداث العنف للدفاع عن عقيدتهم يعني نحن أمام هجمة شريثة من هذه الجماعات الإسلامية منذ عزل الرئيس السابق أو المعزول محمد مرسي داخليين وخارجيين استخدام كل أنواع الكذب والإشاعات والتضليل والكل هذه أنواع تم استخدامها داخليين وخارجيين تنظيم الإخوان يقيم حملة علاقات يقيم حملة شريثة في الخارج في أوروبا وفي أمريكا ويصرف ملايين الدولارات من أجل إساءة للجيش المصري وقوات الأمن المصرية ويتحدث عن الديمقراطية وهو لا علاقة له بالديمقراطية يتحدث عن الدين في الداخل وهو لا علاقة له بالدين التنظيم الإخوان والجماعات الإسلامية تحاول قدر جهدها أن تسيء إلى الدولة المصرية أيما إساءة تستدعي القوات الخارجية القوات الأمريكية الأوروبية تستدعيها من أجل تدخل في الشؤون المصرية تقفز فوق خلاف سياسي بين فرقاء سياسيين في الداخل إلى فكرة إنهاك الدولة والسيطرة عليها وهدم الدولة الإخوان والجماعات الإسلامية بارعون في الهدم لا يبرعونها لم يبرعوا أبدا في البناء تولوا السلطة في البلاد السلطة التشريعية لمدة ستة أشهر في مصر والسلطة الفيزية لمدة عام في عهد محمد مرسي لم نرى منهم إنجازا واحدا قط وهو بالمعنى الدقيق لم نرى إنجازا واحدا قط لا على المستوى الاقتصاد لا على المستوى الثقافة لا على أي مستوى حتى على مستوى الخطابة التي يجيدونها وهي الشريعة الإسلامية والدعوة لها وإقامتها حتى على مستوى الشريعة الإسلامية لم يقيم شيئا مغير عما كان من قبل الشعب المصري الآن كما ذكرت هو الذي يواجه هذه الجماعات فكرة الإساءة إلى الدولة والمجتمع المصري لن تجي كثيرا الدولة المصرية قادمة وماضية لا محانة في حربها على الإرهاب لن تأمي جهدا في ذلك لا تتفاوض مع أحد الحديث كثير عن فكرة أن هناك مفاوضات بين هذه الجماعات وبين الدولة المصرية هذا عمر غير صحيح أنا صحفي ولدي معلومات موثقة أنه لا توجد هناك مفاوضات مطلقا حتى ما ذكر أخيرا أن هناك مفاوضات بين الأستاذ الكبير محمد حسنين هيكل وبين محمد علي بيشل وعمر دراق القيادين بجماعة الإخوان المسلمين هذا غير صحيح الأستاذ محمد حسن هيكل نفى هذا الكلام تماما قال يعني ليس لي صفة للتفاوض رقم واحد رقم اثنين لا صفقات متوقعة لا توجد صفقات على أي صفقة على أي الدولة المصرية رفضت الضغوط الخارجية رفضت ضغوط الاتحاد الأوروبي رفضت ضغوط الأمريكية رفضت ضغوط من كل الجهات من أجل شيء واحد فقط من أجل وقف الملاحقات الأممية لهؤلاء ولم تفعل الدولة كان يأتي إلى مصر من ممعوسة الاتحاد الأوروبي وتلتقي محمد مرسي وتلتقي قيادات الإخوان وتلتقي أيضا المسؤولين في الدولة ثم تجد أن المرشد العام في قبضة أجلس الأمن أمام التلفزيون كان وزير الخارجية الأمريكية يأتي إلى القاهرة يطلب الأفراج عن محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان نجد أن أجلس الأمن الثاني يوم تعلن القبض على قيادات جماعة الإخوان حتى قبل حتى أول أمس والإعلان عن جهاد الحداد قبض على جهاد الحداد الذي أخرجت وزارة الخارجية الأمريكية بيانا بشأنه اليوم لتتحدث عن جهاد الحداد وتدين عملية القبض على جهاد الحداد أحد هؤلاء العملاء الخارج الذي يقلب الخارج على الدولة المصرية يقلب الاتحاد الأوروبي ويقلب المجتمع الدولي يسيء إلى شكل الجيش المصري في الخارج تعدى حدود الخلاف السياسي إلى حدود الخلاف على الدولة وعلى المجتمع كنو ذلك يؤكد أن الدولة ماضية ماضيا عزما ماضية بشكل واضح أنها لن تتفاوض مع أحد لن تصاوم على أمنها القومي لن تصاوم على أمن البلاد لن تصاوم على أي شيء يجب الدولة يجب أن تكون هي العمية لا يد أخرى المعنى الفلسفي من وراء اقتحام اليوم مدينة كرداثة هو أنه لا يوجد قوة سوى قوة الدولة ولم تكون هناك قوة سوى قوة الدولة اقتحام كرداثة يؤكد هذا المعنى فقط كانت تخطيط وعدة مؤامات من أجل نجاح هذه العملية كان واضحا أن هذه العملية تمت اليوم بدون قطل الدماء وحدة تحملت الدولة أن يكون من بينها قطلات الدماء التي تمثلت من قبل اللواء الشهيد نبيل فرج رحمة الله عليه ومرة أخرى الدولة هي التي تحملت الدباط الشرطة الذين كانوا يعبونه نفسيا من أجل انتقام لزمالائهم التحامل بروح الدولة قيدات الأمن اليوم صباح اليوم اجتمعت بهم قبل عملية الاقتحام أخبرتهم أن ما هم الدولة وأنهم دولة وما هم أم رؤون للمجتمع الحق هو الذي يجب أن يسود العدالة هي التي يجب أن تسود علاء القانون هو الذي يجب أن يسود كل أي انتقام لا بد أن يكون بالقانون لا شيء في القانون فوق القانون اليوم كنا نسمع نسمع اليوم الضباط للشرطة القوات العامية الخاصة وهي تتبادل اطلاق النار مع الجماعات المجرمة المقاتلة التي تنتسم إلى الإسلام زورا نسمع ضباط الشرطة في التلفزيون يقولون لا تضرب ولا تضرب في المطلق وده كان مهم في التوتيق الأمر كان يكون بشرف كبير عن هذه النقطة سياسة التوتيق التي تبعتها الداخلية خصوصا بعد ما كان هناك وسائل الإعلام تنقل صورة مغلوطة تأتي بصور من بلد أخرى من سوريا وتقول أنها في مصر هذا التوتيق والحرص على وجود وسائل الإعلام داخل الحدث سواء في فض اعتصام ربيع أم في كرداسة لأي مدى هو ساهم أن يكون من الأمور والأسلحة الجديدة أو الدروس المستفادة بالنسبة لوزارة الداخلية قبل ما نجاوب على هذا السؤال سيادة التلواء اسمح لي أن يكون معنا هاتفيا الأستاذ يوسري البدري رئيس قسم الحوادث في جريدة المصر اليوم مساء الخير يا أستاذ يوسري سيزينا مساء الخير أهلا بك والنهاردة العمل الصحفي أكيد كان شديد القصوى خطورة شديدة لكن يعني زي ما كنت بسأل سيادة التلواء هذا الأمر كان مهم لتوتيق ما يحدث ونقل الصورة لقطع طريق على أي قناة إعلامية تحاول أن تضلل لأي مدى الصحفيين وجهوا مهمة صعبة النهاردة في كرداسة ولله إحنا وجهنا وهم نصعدة سامن النهاردة حملنا بس إيه 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 إنوا متحملنا النهاردة زي ما إلا كانوا بيغطوا الأحداث وإحنا كنا معاهم وكانوا وكسب إطلاق نار لدرجة إننا كنا بعض المصومين زي ما إلا كانوا بيخفص صورة وهم على وضع الإنبطاع على الأرض بعد التلقات العشوائية اللي اخترقت أحد احدى هذه الطلاقات العشوائية جسد اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزة رحمة الله على الشهيد هو احد القيادات الامنية المشهود لها بالكفاءة في محافظة الجيزة وكان رمزا للشجاعة اليوم هذا الاستشهاد يعد رقم 122 في سجل ضباط انزار الداخلية الذين استشهدوا عقد عقصان فد ربعة منذ فد عقصان ربعة هذا الشهيد يحمل رقم 122 اليوم احنا كان العمل قاسي زي ما كان قاسي حتى هذه اللحظة على دباط ذرف الداخلية و ضباط طبيعة المسلحة الي مشاركين اللي كانوا بيرحنون على حاجة واحدة بس الرواب العادي هو رحم اهتمامهم منهم دا اللي كانوا حابينهم في عميههم بالفعل كانت بقولهم انه هو الضباط ذررف الداخلية اليوم دخلية الانتقام ذا احنا ما شوفناش ده انهم دخلية الانتقام بدليل انه هوا عندهم حالட شكتف وعندهم عدد كبير من المصابين في حين من الجانب الآخر من العناصر المسلحة ما عندهاش هير حالة لصابة واحدة لشخص حاول إلقاء كنبيل على القوات وإن القوات تعملت معاه فعصابيته بطلق قنارية في قدمه الأجهزة الأمنية النهاردة كانت بتقوم بعمل الشعب النهاردة في منطقة لداتة تحديدا حياها ودها رد الجميل عليه إنه هو شوف كمية من التسئيف كمية من الزواري كمية من المشروبات اللي بيقدمها الأهالي للقوات المسلحة من الشعب بقى يعني طرف في المعادلة الأمنية ومشارك لقوات الأمنة ودعم لها في محاربة الإرهاب أشكرك أستاذ يوسري البادري رئيس قسم الحوادث في المصر اليوم مساء تلوى التوتيق هو العلام الوسائقي عامل مهم جدا في نقل الحقيقة للرأي العامل الداخلي والخارجي وده طبعا عامل مهم جدا لكشف زيف وحقيقة أولاد والعناصر الإسلامية اللي بتدعى الإسلام وهي بعيدة كل البعض عن الإسلام لأن أعتقد الإسلام بعيد كل البعض عن صفك الدماء والقتل وعملية الاستهداف اللي بتدعى من الزباط الشرطة أو زباط القوات السلحة لا بعيدة كل البعض عن الإسلام وتكشفها ولا أزيفها منهجها ولا الجماعات وتؤكد تماما أن العقيدة الممنهجة لهذه الجماعات الإسلامية هو القتل وصفك الدماء إذا اختلفوا سياسيا لأنها لأن يمكن أي خلاف سياسي يؤذل ما إحنا فيه فهو عندهم شهوة للسلطة عنيفة جدا وبالتالي يكشف للمجتمع الداخل والخارجي أن هؤلاء الجماعات جماعات مزيفة ولا تنتمي الإسلام بهي شكل من أشكاله وبالتالي احتضانهم داخل المجتمع من المواطنين أصبح شيئا صعبا وعلى المواطنين أن يعلموا حقيقة هؤلاء المزيفون الذي يدعون الإسلام ويبتدي تجربة هذا الموضوع وبالتالي لا بد أن يكون هناك عملية رفض المجتمع من هؤلاء العناصر ونشطهم على مدى السنوات القادمة طيب أستاذ أحمد سيادة الوقت في بداية الحلقة وقبل انضمام حضرتك لنا كان يتحدث عن منطقة كرداسة وقال إنها كانت بقرة للإرهاب منذ زمن طويل يمكن إحنا الدوق ألقي عليها بشدة وبكتافة بعد الوقاعة المؤسفة اللي حصلت في قسم كرداسة وقتل ضباطه طلعت إشعاعات النهاردة كتيرة تمنا فيها من قبل الداخلية إنه تم القبضة على عبود الزمر وطارق الزمر كان فيه قويل كتيرا عاصم عبد الماجد موجود ومختبئ في كرداسة وكان فيه أمل من القبضة عليه بعد هذه العملية الأمنية هذه الأسماء ليه علاقة بما يحدث في كرداسة في رأيك؟ هي للأسف الشديد الذي يسيطر على منطقة كرداسة هو طبعا يتنظيم الإخوان له لد العليا في منطقة كرداسة لكن أيضا هناك وجود مكثف للجماعات الإسلامية الأخرى عبود الزمر ليس مطلبا المطلب هو ورق الزمر عاصم عبد الماجد ينتقل من مكان لآخر أيضا عاصم عريان ينتقل من مكان لآخر أعتقد أن اليومين القادمين سيشهدان بإذن الله تعالى مفاجآت في ملاحقة هذه العناصر أو في ملاحقتهم وزارة الداخلية عازمة على القبض على جميع أنا عاز أقول لحرك أن العملية دي كمان أيضا قانونية تتم تحت غطاء من القانون يعني ليست بعيدة عن القانون ما تقوم بها جسد الأمن اليوم هو تنفيذ لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار 1343 متهم مطلوبا للعدالة هؤلاء من وردت أسماؤهم في قتل وسحل ضباط كردسة بالصوت والصورة وبالمعلومات وما إلى ذلك وفي النهاية برضو أيضا متهمين مطلوبين بالأضافة إلى جماعات الإسلامية أخرى أنا عايز أقول لحرك أيضا كمان منطقة كردسة للمناطق المهمة جدا في حجد المظاهرات وحجد الليلية تنظيم الإخوان في الفترات الماضية نرى أن جنوب الجيزة جنوب الجيزة إحدى المناطق الكبيرة اللي بيخرج منها تنظيمات مسيرات غير سلمية لتنظيم الإخوان أيضا منطقة كردسة والهرب وناهية منطقة تجمع كبيرة لمسيرات جماعة الإخوان لعلك أيضا التعلمين أن قصة بلاقة دقرور يتم من حين لآخر القاء القنابل عليه وضربه كل هذا نتيجة كردسة ما يعني كده نحن ننتظر نتائج أمنية ملموسة بعد السيطرة على الوضع في كردسة؟ إن شاء الله عجزة الأمنة تطوق مدينة كردسة بالكامل ده المنتظر الآن لا هو بالفعل يتم تطوق حتى يتم القض على المطلبين نعم يعني هذا الذي يحدث هي الجماعات الإسلامية هي التي تسيطر على طيب سؤال الأخير سيدة الواق تعتقد أن الداخلية بحاجة إلى إمكانيات أكبر في التسليح ده شفنا النهاردة بدأنا نشوف طائرات تبعى للداخلية بدأنا نشوف يعني ملابس جديدة هذه الأمور أمنياً شايف إيه الإضافة اللي ممكن يتم إضافتها على إمكانيات الداخلية حتى تقاوم؟ لو لديم يكون تسليح قوات الشرطة أعلى من تسليح أي إرهابي ولابد أن يأتي من خلال قاعدة المعلومات قاعدة المعلومات لا تنتمي على نشاط بس نشاط وتسليح وتدريب وكل ما يقص هذه الجماعات السلامية وبالتالي يوضح للمخطط للتعاون مع هذه الجماعات الإرهابية نوع السلاح وكميته الموجودة مع كل فرض حتى يكون أعلى من تسليحها إلى الجماعات ولابد أن يكون بذلك مستمراً وواضحاً ومتدرجاً ومتطوراً أي تسليح يخش على الجماعات السلامية لازم أجيب ما هو أعلى منه بأي شكل مشكلة لأنه لازم أحقق لجلس الشرطة كمية أسلحها عالية جداً نعم والتعاون مع العناس هو لازم تبقى مفهوم أضمناً أن موضوع المهاجم بيبقى في لحظة ضعيفة جداً بالنسبة للمدافع وبالتالي لابد أن يكون للمهاجم قوة نيرانة عالية جداً حتى يستطيع أن يعود هذا النقص في أنه داخل على واحد هو مش شايفه قوة نيرانة مش معروفة وبالتالي لازم عند قوة نيرانة عالية جداً عشان يقدر يغطي نفسه ويشتول بكفاءة في هذا المنسبة ولابد أن يكون التسليحة بقوة نيرانة عالية جداً وتحقق الرد على أولى العناس أشكرك سيدة لواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقاً أشكرك أستاذ أحمد الخطيب مدير قسم الإسلام السياسي بجريدة الموطن أهلاً بحضراتكم أشكركم مشاهدين على المتابعة التي لا تزال مستمرة بعد لحظات تأتيكم نشرة إخبارية شاملة إلى اللقاء